الفردوس كلمة تأخذك بعيداً حين تسمعها الجزر الخلابة تذكرك بالفردوس الطيور الجميلة الحدائق الغناء الأشياء التي تسحرك دائماً ما تذكرك بالفردوس لكن ما هو أصل هذه الكلمة؟ كان الفرس يطلقون على الحدائق المحاطة بالجدران اسم باردس فانتقلت باردس إلى العربية وأصبحت فردوس أخذ اليونانيون الكلمة فنطقوها باردسو وانتقلت من اللغة اليونانية إلى اللاتينية فعند الإنكليز هي باردايز وعند الفرنسيين باغذي الفردوس تعني الجنة في كل اللغات لكن كل حضارة تخيلت تفاصيل هذه الجنة بالمناسبة الفارسية لغة قديمة ولغة غنية ومنها اشتقت كلمات كثيرة تستعمل في كل لغات العالم منها مثلا كلمة فيجاما أي ملابس النوم أصلها بالفارسية فيجاما وهي الملابس الفطفاضة سأتناول في الفيديوهات القادمة الكثير من المفردات والكلمات الفارسية التي نستعملها في اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر